منتخب مصر لكرة اليد بطل كأس أمم إفريقيا للمرة التسعة في تاريخه والتالتة على التوالي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 على حساب شقيقه المنتخب الجزائري السلام عليكم ورحمة الله مليون مبروك لأبناء النيل أبناء الفراعنة منتخب مصر لكرة اليد تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التالتة على التوالي على الأراضي المصرية اليوم كانت المباراة النهائية ما بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر اللي بنقوله هارد لك والكل أشقانا وإخواتنا في الجزائر عملوا بطولة ممتازة جدا وعادوا للنهاء مرة أخرى بعد غياب عشر سنوات تطور كبير في الفترة الأخيرة لكرة اليد الجزائرية بنحي منتخب الجزائر بنهني منتخب الجزائر بنقولكم شابو برافو عملت اللي عليكم وكنت ندي قوي في المباراة النهائية للمنتخب المصري اللي هو طبعا من أقوى المنتخبات على مستوى العالم في الفترة الأخيرة وبالتالي كان نهائي عربي ما بين الأشقاء مصر والجزائر فاز منتخب مصر نقول مبروك وهارد لك طبعا لمنتخب الجزائر اللي بنحييه ومنحيي كل أخواتنا في الجزائر النهاردة المنتخب المصري بيثبت حقيته وجدارته واستحقاقه في صدارة الترتيب الأفريقي والعربي لكرة اليد منتخب مصر بيحقق البطولة رقم 9 في تاريخه وبينافس منتخب مصر لكرة القدم اللي عنده 7 ألقاب في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم دلوقتي منتخب مصر لكرة اليد عنده 9 ألقاب ويزاحم ويقترب من منتخب تونس اللي عنده الرقم القياسي 10 ألقاب أما منتخب الجزائر طبعا اللي كان عنده فترة زهبية في التمانينات عنده 7 ألقاب وبالتالي تونس 10 ألقاب مصر 9 ألقاب الجزائر 7 ألقاب بعد حصوله المنتخب المصري لكرة اليد اليوم على البطولة رقم 9 مباراة بدأها المنتخب المصري بقوة وضغط منذ بداية المباراة وحاول يوسع الفارق في الشوط الأول كان كريم هنداوي حارس منتخب مصر لكرة اليد من المتقلقين وتصدى لكرات كتير ممكن يكون 9 أو 10 كرات وأعطى الأفضلية لهجوم المنتخب المصري أنه يوسع الفارق في بداية الشوط الثاني لاحظنا أن المنتخب الجزائري نزل وكان هو الأفضلية له في بداية الشوط الثاني وجهان عامل ريمونتادة وقرى بالنتيجة تماما وكان الفارق ثلاث أهداف طبعا بعد كده بفضل محمد علي اللي نزل مكان كريم هنداوي اللي ما كانش موفق في بداية الشوط الثاني محمد علي تصدى لثلاث أو أربع كرات وراء بعض على طول وأعطى الأفضلية لمنتخب مصر اللي رجع تاني وتقدم في النتيجة ويفوز بالمباراة 29-21 انتهت المباراة بفرق 8 أهداف لصالح المنتخب المصري وبهذه النتيجة المنتخب المصري بعد بحصوله على لقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليدة 2024 يتأهل مباشرة إلى أولمبيات بريس 2024 ممثلا لكارة إفريقيا منتخب الجزائر ومنتخب تونس اللي بنبريك له بالمناسبة فوزه النهاردة على منتخب الرأس الأخضر وبالتالي منتخب الجزائر ومنتخب تونس هيروحوا تمهيدي أو ملحق للتأهل إلى أولمبيات بريس 2024 أيضا عايزين نبارك لمنتخب مصري وتونس والجزائر والرأس الأخضر تأهلهم إلى كأس العالم كرواتيا والنرويج والدنمارك 2025 أيضا عايز أقولك الترتيب النهائي لمنتخباتنا العربية بعد انتهاء البطولة المنتخب المصري صاحب الميدالية الزهبية والمركز الأول المنتخب الجزائري صاحب الميدالية الفضية والمركز الثاني المنتخب التونسي صاحب الميدالية النحاسية أو البرونزية وصاحب المركز الثالث المنتخب التونسي المنتخب المغربي تحصل على المركز السابع بعد ما فاز على المنتخب أنجولا 25-23 ومنتخب ليبيا تحصل على المركز رقم 12 بعد خساراته من الجابون 24-25 كنا معاكم منذ بداية البطولة وتغطية حصرية وفورية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024 التي أقيمت في مصر النسخة 26 ووصلنا لليوم الأخير وصلنا للمباراة النهائية وكانت مباراة جميلة جداً ما بين الأشقاء سات فيها الروح الرياضية والقوة والندية والإصارة اللي متعودين عليها في الدربيات العربية خاصة مباريات أو رياضات الجزائر ومصر والحمد لله المباراة يعني مرت في إطار الروح الرياضية مبروك 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 لكل من منتخب مصر ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس تأهلهم إلى كأس العالم 2025 مبروك لمنتخب مصر تأهلهم مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 مبروك للجزائر وتونس تأهلهم إلى ملحق التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 هارض لك لمنتخب ليبيا والمغرب اللي تحصلوا مغرب رقم 7 وطبعا ليبيا رقم 12 في البطولة من 16 منتخب أتمنى تكون التغطية نالت أعجاب حضراتكم وإن شاء الله نشوفكم في بطلات جديدة وتغطية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته